أعلنت الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون بافتا قائمة الأفلام المرشحة لمنافسة بقوة على جوائزها للعام الجري ومن المنتظر يتم الإعلان في الثاني عشر من شبهة المقبل ونال الفيلم الغناء الاستعراض الأمريكي لا لا لاند أو أرض الأحلام على أحد عشر ترشيحا بعد أن نال سبعة جوائز جولدين جلوب فجر الاثنين بمدينة لوسانجلس بولاة كالفورنيا الأمريكية ما يعني انطلاقة صاروخية نحو الأسكار الذي ينظم الشهر المقبل كما حصل فيلم نكترنال آنيملز أو حيوانات ليلية على تسعة ترشيحات وهو فيلم مستوحام رواية توني وسوزن للمؤلف أوستر رايت والفيلم من إخراج توم فورد وينافس فيلم أرايفل على ترشيح أفضل فيلم وهو فيلم خيال علمي وينافسه على جوائز أفضل موسيقى ومؤثرات صوتية ومرئية وأفضل مخرج وهو دينيس فيلنوف كما ينافس فيلم منشستر باي ذا سي للمخرج كينيث لونيرغان عن جائزة أفضل فيلم وينافس كذلك فيلم أنا دانييل بلاك للمخرج البريطاني كيلواتشوير وقصة النجاري الإنجليزي اضطر للبحث عن عمله رغم تحضيرات طبيبه بسبب مراضه موسيقى 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 موسيقى